موسيقى اسمه ممنوع الدخول كيف كذا؟ راح نتعرف كذا على التفاصيل بوجود الأستاذة نور بنت علي المحروقية من المؤسسين لمبادرة زورك التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب مرحباً وسهلاً أستاذ نور السلام عليكم سعداء جداً بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح شكراً شكراً لإستضافتكم الجميلة والحمد لله يعني الستوديو واجد حلو أول مرة أنا في الستوديو أهلاً أهلاً مرحباً للأخير إن شاء الله مرحباً جاءت بالحجم يعني ما توقعت حجمه هذا الكبر يعني أهلاً وسهلاً نحن نرحب فيك في برنامج قهوة الصباح مرة أخرى في البداية نتحدث أكثر عن معرض ممنوع الدخول يمكن نحن شاهدنا بعض الصور واللقطات أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا المعرض ولكن أنا سؤالي هنا كيف جاءت لكم الفكرة في تأسيس هذا المعرض؟ فقبل ما نأسس المعرض بدنا بمبادرة زورق وفكرة زورق إننا نحن طاقة تنظيمية للفنانين ناخذ أحلام الفنية للناس المبدعة ونحاول نحققها وننفذها وكأول معرض أو كأول مشروع لنا جاء مشروع المعرض الفني ممنوع الدخول وفكرة المعرض جاءت كردة فعل على أثار الجائحة على حواسنا الخمس لما نقدر ناخذ خطوة للخلف ونفكر إيش اللي أثرت فينا الجائحة؟ إيش تعلمنا منها؟ إيش الأشياء اللي تغيرت في حياتنا اليومية؟ جائحة كورونا بشكل عام جائحة كورونا بشكل عام وحسينا إن الشي اللي يربط جميع الناس حول العالم هي الحواس الخمس وتجاربنا الحياتية عبر هذه الحواس فحاسة الشم حاسة التذوق حاسة السمع والنظر واللمس كل هذه الأشياء مستها أثار الجائحة ممتاز فسألنا الفنانات اللي يشاركوا معانا في المعرض سألناهم السؤال إيش ممكن تبدع إذا الشخص أو الجمهور يقدر يسوي أكثر من أن ينظر إلى عملك الفني ممتاز ماذا ستبدع إذا قدروا الناس أن يسمعوا ويشموا ويلمسوا ويتذوقوا العمل الفني وجاء اسم عنوان ممنوع الدخول ليش سمينا ممنوع الدخول؟ هو أولا يجذب الانتباه بالضبط وثانيا في أماكن كثيرة أوقات كثيرة أشياء كثيرة ما قدرنا نسويها خلال فترة جائحة كورونا مثل السفر مثل الخروج بعد وقت معين أماكن كانت ممنوع الدخول وكل شيء كان ممنوع الدخول فحسينا أن هذا الاسم مناسب لثيمة المعرض وأيضا لشد انتباه والأجمل من كل ذلك أيضا عبارة هكذا موضوعة داخل يعني على بوابط ربما المعرض نفسه نحن سعداء جدا لأنك لم تسمع الكلام المعرض ممنوع الدخول أنا من صدقت لما الناس تواصلوا معنا قال نحن مرينا بس شفنا ممنوع الدخول وما دخلنا فما دخل ما أقول فكيف يعني أفكرت مفهومة يعني أنه ممكن مسموح الدخول يعني بس اسم المعرض ممنوع الدخول ولذلك ربما كتبت هذه العبارة نحن سعداء لأنكم لأنك لم تسمع الكلام فدخلت لهذا المعرض الفني جميل خلينا الآن نقترب من هذا المعرض ونعرف المشاهد الكريم الآن عن إيش يتكون بالضبط إيش فيه من أركان إيش اللي في الداخل حقيقة من المحتوى فأحد أهدافنا كمبادرة زورق نريد ننظم أو نقدم الفن بطريقة مختلفة نحن لما نتخيل معرض فني نتخيل ألواح فنية على الجدران وأنك تدخل تطلع على كل لوحة فنية كعمل فردي أو كقصة فردية ولكن في مبادرة زورق نحاول نخلق قصة متكاملة عبر المعرض فكل الأعمال الفنية عبارة عن فن تركيبي كل غرفة تعتبر عمل فني بالتعاون مع أكثر من فنان أو فنانة ممتاز وكل عمل فني يحكي قصة عبر حاسة معينة فعندنا قصة عبر حاسة السم وضحها لمشاهد الكريم كيف يعني قصدين يعني فن تركيبي عبارة عن عمل يعني ليس فقط فني مسرحي يعني ديكور مسرحي فأنت تدخل والقصة تبدأ عند دخولك لهذه الغرفة على سبيل المثال أول غرفة الفنانة تانية شامل وهي يعني من صناع الأفلام صنعت فيلم يحكي عن العزلة والاكتئاب والوحدة اللي بعض الناس حسوا فيها خلال فترة الجائحة خلال فترة كورونا أنه كنا مرينا بأيام أسابيع حتى أشهر صعبة جدا أننا حسين أننا وحدنا في هذا العالم فهي حكت قصتها عبر فيلم قصير ولكن أهم حاسة لما تتجرب هذا الفيلم هي حاسة السمع فالأصوات والموسيقى والأشياء التي تسمعها تحسسك بالعزلة تحسسك بالاكتئاب وعننا غرفة ثانية ذاكرة الشم اسمها ذاكرة الشم من الفنانين أميمة الهنائي ورزان الحميدي وقصتهم جدا جميلة أن رزان الحميدي لما اقتربنا منها هي من محبي العطور ودائما تكتب أشياء عن العطور قصص عن العطور على الإنسجرام فتقربت على رزان قلت لها أنا أحس أني تقدر تسوي شيء أكثر مش بس تعطي ريفيوز على العطور ما رايش تشتغلي على عمل فني يحكي قصة عبر حاسة الشم قالت لا وكيف وما يصير قلنا لا اثقي فينا نحنا أنا وزميلتي نعيمة العدوي نحنا مؤسسات مبادرة زورق لها كل التحية أكيد فكلمنا رزان قلنا أنت تتغلي تحكي قصة عبر حاسة الشم وهي وأميمة تشتغلوا مع بعض على ذاكرة الشم فلما تدخلوا هذه الغرفة تمشوا حولها في مرايا مرايات حول الغرفة وفيها ليتات وعلى الليتات فيها نفس كلمات ممكن تشد انتباه الجمهور أو يتذكروا شيء معين مثلا أكثر شيء ناس يصوروه هو قرنفل زنجبيل مع ملح أيوة بضبط ولما تمشي هناك بتشمل قرنفل زنجبيل مع ملحة وأيضا فيه هوس للقهوة تترت الجائحة في كثير ناس دخلوا إلى اهتمام كبير بالقهوة وكيف صناعت القهوة وهذه الأشياء فتمر على مكان آخر تشم قهوة والناس دخلوا في الطبخ ويعني هذه الأشياء فتشم رائحة السكر وراحة السانتايزر أو الديتو المعقم فيعني هذه تجربة أحسها ما بس ما تحصلها في معارض فنية بس حول العالم صعب جدا تحصل أن أعمال فنية مبنية على رائحة الشم وأيضا فيه أعمال ثانية عندنا سماح الأنصاري وبشار النعيمي خلقوا بقالة خيالية بدل ما تشتري أكل تشتري أشياء افتقدناها خلال الجائحة مثلا الأحضان السفر اللمات الحلوة فهم صمموا مواد غذائية بشكل مختلف فإنك تدخل كأنك تشتري هذه الأشياء اللي أصلا ما قدر تشتريها السوبر ماركت أو البقالة كانت من الأشياء أو الأماكن الوحيدة اللي نحن قدرنا ندخلها يعني خلال فترة الجائحة صحيح وعندنا عملين إذا تكلمت على ثلاثة قلت أكملهم أتكلم عن الخمسة كلهم أكيد نحن متحمسين نحن نتعرف أكثر على المعارض وعندنا عمل اسمه ترياق من قبل آمنة خالد وفاطمة عبد العزيز كانت فكرتهم يعني مستلهم من الخلطات الشعبية لترياق لكورونا فكثير شفنا في الواتساب في التك توك في اليوتيوب عن خلطات إذا كليتها كثير كثير في مواقع شبكات تواصل الاجتماعي فأكثر شيء كان اللي هم حصلوه يعني في جاميكا كان في خلطة للناس اللي ما كان عندهم حاسة الشم والتذوق بعد ما صابهم بكوفيد فكان الاقتراح أن تأخذ برتقال أيوة تحرقه كامل ماذا؟ مع يعني وبعدين تأكله وبهذا الطريقة تصير صدمة لهذه الحواس وترجع الحاسة متاز فكان الاستلهام هذا البرتقال المحروق فاشتغلوا مع شوكولتير عماني أن يخلقوا شوكولت بطعم البرتقال المحروق حلو فتدخل الغرفة تدخل كأنك في متاهة مثل المتاهة اللي كنا فيها ندور على ترياق ندور على حل ندور على نهاية لهذه الجائحة وبعد ما تدخل المتاهة تحصل على هذا الترياق وهي قطعة شوكولت فتأخذ الشوكولت تدوقها وخلاص يعني الأمور تمتهي هو معرض مختلف عن المعارض عموما اللي نشوفها دائما سواء في السلطنة وحتى في مختلف أدول العالم يعني أنت ذكرتي الفن التركيبي حاضر في هذا المعرض وكل عمل له حكاية معينة نعم هي مواقف وأشياء تم تجسيدها على أرض الواقع من خلال هذه الفنون طيب يعني أنت ذكرتي من خلال حديثك أيضا نور أنه هناك في أعمال مختلفة نعم وأتمنى بالفعل أن الزوار اللي زاروا المعرض أعجبوا بهذه الأعمال طيب وحسيتوا بهذا الإعجاب من قبل الزوار طبعا أكيد نحن ما كنا نتوقع هذا الإقبال يعني مثلا التفاعل التفاعل يعني افتتحنا يوم الجمعة وكل الأشياء اللي سويناها كنا يعني على حسب الأعداد فمثلا الشوكلت سوينا 300 حبة في عمل آخر هو عمل آخر يعني نهاية المعرض هو تفاعلي أكثر رين فلك ناز تعاونت مع فنانة يابانية على طلسم أوريغامي فالطلاسم هذه فحطيناه برع في البلكونة عشان البلكونة مطل على مصقة القديمة ففكرة الطلاسم والحروز هي تحب هذه القصص الميثولوجية فصنعت أو صممت طلسم الناس ممكن يأخذوا هذا الطلسم وهي دائما تشجع الناس أنه يتمنوا شيء بالخير مش بالشر ويصنعوا هذا الأوريغامي وهم جالسين في بلكونة المعرض فهذا نوع من شيء ترفيهي وتفاعلي وللأطفال للكبار كل حد يستانس المكان وين بالضبط؟ المكان مكتب فكرة للسياحة في مسقط القديمة فخلف بيت الزبير فيها ذاك التقاطع يمين بيت الزبير وبيت مذنى ويسار مكتب فكرة والأوقات الزيارة متى؟ أيام الأسبوع عشر الصباح إلى تسعة المساء الجمعة ثلاثة إلى سبعة والسبت عشر صباحا إلى سبعة المساء متاز إلى متى إن شاء الله سيستمر المعرض؟ للأسف يوم السبت آخر يوم السبت 22 ففترته جدا محدودة تسعة أيام فأتمنى الناس اللي ما زاروا يزاروا يعني الصور شيء آخر والزيارة شيء آخر أنا شفت بعض الزملاء والزميلات اللي زاروا أساسا المعرض لكن لاحظت لما دخلت صفحتكم في الإنستجرام أنتم ما تظهروا كل الأشياء التفاصيل هذه متعمدة ما تظهر كل شيء في الصفحة عشان تخلو الناس فعلا أنهم ينقذبوا ويزوروا كل تفاصيل هذا المعرض شكرا لكم شكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح أستاذة نور بن تعليم المحروقية من المؤسسين لمبادرة زورة قد تابع الوزارة الثقافة والرياضة والشباب وكان حديث حول المعرض الفني ممنوع الدخول شكرا لكم شكرا لكم شكرا جديدا إذن مشاهد الكرامكات هذه محطتنا الحوارية الأولى في برنامجنا لهذا اليوم أكيد محطات مختلفة مستمرة ومتواصلة في حلقة اليوم فخلوكم معنا بعد الفاصل